انا وقفت قدام مشهد يستحق ان احنا نلقى الضوء عليه السيدة نائبة رئيس الارجنتين شرفت مصر النهاردة والتقت بسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي طب ايه اللافت؟ يعني ان رئيس الجمهورية يلتقي برؤساء دول عادي جدا بس هو التقى بنائب رئيس الجمهورية بيتحرك على كورسي متحرك معاقة قصة الاعاقة بتاعتها خلي بالك دي نائب رئيس جمهورية الارجنتين يعني دولة مش قليلة سيدة قومة الاعاقة بتاعتها هي الاعاقة اللي اقعدتها عن الحركة بسبب حادث مروري وقع ليها في طفولتها شوف قطع مشوار من الارجنتين ومش بتزور مصر بس زارت عدة دول كتيرة الشعب الارجنتيني انتخابها عادي جدا يعني انا يهمني ايه في المسؤول عقله انا مالي ومال زروفه يعني بعض المتحد الاعاقة في مصر بيتواصلوا بالبرنامج ويقولك فين نسبة الخمسة في المية للعمل داخل الدوائن الحكومية او القطاع الخاص عايز اقولك ان واحدة مواطنة ارجد ارجنتينية اه تحدت الاعاقة ووصلت لمنصب نائب رئيس الجمهورية اه زوال احتياجات الخاصة دول بينجحوا اهو هل انت ممكن تقبل بان يبقى عندك مسؤول مصري وزير من زوال احتياجات الخاصة اتمنى الحكومة المصرية يعني تضرب لنا مثل بده النهاردة وصل لك نائب رئيس جمهورية يعني رجل تاني في دولة الارجنتين ده مش دولة قليلة يا اخوانا انت عارفة على شام ماردونا لا فيه قصص كبيرة في الارجنتين دولة رئيسية في امريكا الجنوبية بتدير سياسة امريكا اللاتينية ده قصة كبيرة لوحدها لكن انت بعتها لك مسؤول على قدر رفيع جدا حصلة على الدكتوراه يعني شخصية مش مش اي شخصية مش قاعدت وانكفأت على الاعاقة بتاعتها لا تحدتها ونجحت ان تصل الى نائب رئيس جمهورية اتمنى من كل شباب مصر من زوال احتياجات الخاصة ان احنا نكسر الحاجز ده ونقدر نقول ان احنا نوصل طب دي الارجنتين ما تيجوا نروحوا للجامعة الامريكية بقى